مرحبا احبابي كيف كون اشتقتلكون كتير يا رب تكونوا دايما بالف صحة وبالف خير متل ما شايفين اليوم عندي حلوية سهلة من مكونات كتير بسيطة عندي دقيق الابيض عندي الحليب عندي هون حتى آآ ملعة كبيرة من النشا خلطيتم مع الدقيق متل ما شايفين عندي كوب كامل وعندي الحليب كوب كامل بس ناقص شوية هاي هي المقادير بالاضافة للخال ملعة وايضا عندي البيضة راح مباشر طبعا هلا بيعملينون بس اهم شي يكون عنا هراسة البطاطا هاي هي متل ما شايفين لحتى تزبط معنى آآ العجيني ويطلع عنا حلوية شكل حلو وشكل كتير مميز واكيد آآ بيء الهراسة راح نعملون بشكل غريب شوية. راح نباشر بالمقادير اول شي عندي هون البيضة بسم الله. بهيضا الشكل. هيدا البيضة راح نضيف فوق البيضة زرة خفيفة كتير من الملح. طبعا الملح لحتى انعادل المكهات شوي صغيري مش كتير. راح نضيف هلا الحليب شفتول كباية نقصة شوي صغيري مش كتير. لانه في ناس ما بتحب هوني عند الخل كمان ملعة. في ناس ما بتحب نحط بالجرامات فبتخلبت بهيدا الموضوع. لزلك انا دايما آآ بكل بساطة بحب عير بالكبايات. وبيكونوا نفس الكبايات نفس الحجم. فبهيدا الشكل بيزبط معنا كل شي. تبعوا الطريقة اللي انا بتبعها واكيد راح يزبطوا معكم. هون عندي دقيق الابيض او الطحين. آآ راح نحطهم بهيدا الشكل طبعا هم معي ايضا ملعة من النشاة كبيرة حطيتهم داخل آآ داخل طبعا الكباية. هون راح نخفقهم كتير منحبي قلب بعض لحتى كل التكتلات الدوب معي. بهيدا الشكل. مزيج رخو. منو جامت بالمرة. يعني متل مزيج الكيك تقريبا. كمان بعد عند شوي. كمان راح نحرقكم بهيدا الشكل. وازا باتكن ايضا فيكن تحطوا لكوب الطحين كامل وتحطوا على جنب ملعة كبيرة من النشاة. احسن ما تخلقته. بهيدا الشكل هون عندي صار جاهز. هلأ شو راح اعمل راح جيب الكركم او العقدي صفرة. وفيكن ايضا اضيفوا القرفة النطحونة اذا بتحبو. بس انا بس راح حط العقدي صفرة او الكركم. كتير مفيد الكركم. انا دايما بستغل الوضع وبحط دايما بالحلويات آآ كركم لانه كتير كتير مفيد الجسم. كتير كتير مهم. هون راح نخلطه ان كتير منح ببعض وهلأ مباشرة الى الزيت. حطينا المقلة بزيت غزير آآ او حطينا متل ما شايفين زيت غزير بالمقلة. راح نسخن كتير منيح الزيت ونحط متل ما شايفين حطة انا الهراسي بالزيت. راح نمسحها بيفوتها مباشرة هي وصخنة راح ننزلها بالعجين اللي نحنا عملناه. وراح نشيلها ونحطها مباشرة بهيدا الشكل. بكل بساطة. شفتو كيف هلأ بكل بساطة راح تنزل بكل سهولة. ازا علقت شوية صغيرة بوصلة شوكة او سكينة من نزلها في هيدا الشكل. راح اجيب شوكة وراح نزلها بهايدا الطريقة. ولا اسهل من هيك وحتى ان بسرعة تحمر وبتاخد لون حلو كتير. يعني ما بتاخد اصلا دقايق ثواني وبتحمر. راح نشيلها ونحطها على جنب. نرجعها من جديد. راح نحط الهرسي بالزيت نحميها ونشيلها ونمسحها بيفوتها او بكليناكس. طيب هتقولولي شو السبب جمعنا لانه نحنا عم نمسحها. نحنا عم نمسحها لانه ازا تركنا الزيت عليها راح تعمل راح يعمل الزيت طبقة عازلة بين العجين والمعدن. لزلك نحنا نمسح عم نمسح طبعا الزيت. هاي دي القصة بكل بساطة. متل ما شايفين. كمان من جديد راح نرجع آآ نفتلة بها نبرمها بهايدا الشكل. شفتوا ما اخدت وقت معي بالمرة. كمان راح نرجع من جديد نحطها. وننزلها. شفتوا ما شاء الله كيف عملت. طلق طلعة رائعة. طبعا بيتقدموا مع آآ القطر او آآ مع العسل. كمان بهايدا الشكل راح نعملها. طريقة ولا اسهل من هيك. ونصحكم طبعا تجربوها. شفتوا شو حلوين طلعين طلعين غير الشكل صراحة طالح. حطوا هون على زنب. راح نزيح هاي دي ونحطن هون لكم شكل شو حلو. شفتوا ما شاء الله. طلعين غير شكل. كمان من جديد راح نجيب هلا الفوتا او الهينيكس وننصحها. بس بدي فرجيكن هون انا ما مسحتة. شفتوا ما لزقت معي. بس بدي فرجيكن انه ما لزقت معي. بس رجعنا طبعا شلناها. بس اذا ملاحظين عمل الطبقة معي آآ بقلب العجين طبقة صفرة. لانه هون انا ممسحتة ما انتباهت وممسحتة. فمفروض طبعا انه تتمسح. كمان راح نشيره ونحطه. هلأ هون على جنب طريقة عملين القطر او الشربات. كوبين من السكر طريقة كتير سهلة صراحة لا حتى نعملون. ازان كوبان من السكر راح نضف لهم كوب ونص من الماء. وهيضا نص. راح نحرقهم كتير مليح بقلب بعض. لحطا هيك شوي ندوب شوي صغير السكر. وهلأ مباشرة راح نشيلهم ونحطهم على النار. حطا يناهن هون على النار احبابي. منتل ما شايفين بانتظار انهم يصخنوا شوي. عفكرة القطر كتير كتير سهل وكتير ناس ما بيعرفوا يعملوه. بحطوا المزهر بالبداية مع السكر والماء. هيدا غلط. ماء الزهر لازم ينحط اخر الشي. هلأ بعد ما حركنهم شوي انا بانتظار ازان انهم يصخنوا راح جيب هلأ جبت ليموني او حامضة راح اشقفها. وراح نزل عصرة خفيفة من الليمون او الحامض بقلبهم. كرميل ما يسكر معنا القطر. ازا كعملنا كمية كبيرة. حطا ينال القطر بالبراد. فكرميل ما يسكر معنا يعني ما يصير عنا تكتلات سكر بقلبه فمنحط آآ فمنعصر بقلبه الليمون. هيدا هو كل الموضوع. بهايدا الشكل. هون عندي القطر غلى. نتركوا يغلي لمدة عشر دقايق. بعد ما يغلي كتير منيح عشر دقايق منجيب القطر آآ سوري منجيب الماء الزهر ومنحطه اخر الشي قبل ما نطفيهم بسواني. لانه ماء الزهر بيتبخر ازا نحط بالبداية. متل ما ذكرت ازا هلأ انا بانتظار انه آآ القطر ياخد وقته بس ياخد وقته من نزلهم. وهون حطينا ماء الزهر ومباشرة طفت تحته. متل ما شايفين. ولا اسهل منك. هيدا القطر صار عندي جهز. طبعا فيكن التقلو بزيد السكر وبتقليل الماء. هون ما شاء الله طالعين معي غير شكل متل ما شايفين. عملت كمية قليلة متل ما شايفين. والباقيين انا عملتهم بطريقة تانية ان شاء الله راح اعرض لكم اياها آآ بي طبعا بفيديو تاني. هون عند العسل طبعا نقدر نقدمهم آآ بالعسل او بالقطر اللي نحنا عملناه. ما شاء الله هالعسلات لو ما بيجنن هيدال غير شكل جايين من الضيعة. يعني عسل طبيعي مية بالمية ما انه مخشوش ابدا 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 ابدا. دايما الوقت بدنا نجيب العسل نوسق بالناس اللي بدنا نجيب العسل منهم. هون يا لكم ما شاء الله غير شكل طلعين. هيدالي بيشبهوا الشباكية المغربية طلعين غير شكل. هلأ هديك المايلة انا راح حط القطر او الشيرة بس لفرجيكم الفرق بينتهم. هون جبنا نحنا القطر وهلأ راح نزل شفتوا اسم الله القطر كيف طالع معي غير شكل. راح ننزل هلأ القطر هون على هون. هيدا الشكل. بسم الله. هلأ انا بتقولولي جمانا ايا وحدي راح تاخدي انا بدي اخد التوعولة اللي عليها العسل. بس بدي فرجيكم هون ما شاء الله طلع غير شكل. شو رائعكم? وهي دي طبعا راح اكلها طلعة رائعة. احبابي يا رب يكون هيدا. عفكرة بتقرش ارج. ما تنسون من اللايك. من الاشتراك نزلوا هلأ لاسفل الفيديو. كبسوا اشتراك وفعل الجرس ليصلكم مني كل شي جديد. انا بحبكم كتير. بدي ودعكم الى اللقاء. باي باي. ممممممممممممم رائع كتير طيب. المترجم للقناة